بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل شابتر 14 اللي هو بيتكلم عن Gears وبنتحدث عن Pressure Angle أو زاوية الضغط اي هي زاوية الضغط؟ لو افترضنا ان عندي 2 Gears Mishing Together عندي البتش سيركل الخاصة بالجير 1 هنا وده البتش سيركل هنا الوضع الأمثل ان يكون فيه تماس ما بين الاتنين لو انا اخدت مماس كده بالشكل ده ده بيمثل المماس لـ الخاص بالجير اللي عاملة Mishing مع بعض في نفس الوقت اثناء عملية التداخل التروس مع بعضها هنلاحظ ان السنة بتاعة الترس الأسفل هنا مع سنة الترس الأعلى بيحتاج كل اثنين في point ولتكن مثلا النقطة L وبعدين بيحصل تدحرج فبتتحرك النقطة ديت على خط ثابت يعني بتسيب في نقطة وتمسك في نقطة تانية ويحصل تماث في نقطة تانية فبلاحظ ان النقطة دي بتتحرك على خط ثابت الخط ده اللي هو اللي انا ماشي عليه ده ده اللي احنا بنسميه المسك في نقطة ترس الأسفل يبقى ده كده المسك في نقطة ترس الأسفل وده الممس أو التانجنت بين البيتش سيركل دامتر الزاوية المحصورة ما بين المسك في نقطة ترس الأسفل هي دي الزاوية لو رمزتها بالرمز في يبقى هي دي يبقى يبقى البرشور أنجل the angle between the common normal اللي هو التانجنت ده two gears teeth at the point of contact and the common tangent يبقى الكمن نورمال الجزء اللي هو بتاع البرشور line ده مع الكمن تانجنت at a pitch point it's usually denoted by phi بدلها الرمز في the standard pressure من ضمن الستاندرد اللي عندي الزاوية الزاوية دي محددة بشكل نمطي منها الاربعتاشر ونص ديجري والعشرين ديجري وده طبعا كل جير بيتوصف بالموديول بتاعه وبالبرشور أنجل أيضا وبالبروفايل بتاع السنة آخر حاجة هنتكلم عليها اللي هو ودي طبعا احنا تكلمنا عنها قبل كده في السيور واشتقينا العلاقة دي في حالة السيور وقلنا ان في علاقة عكسية ما بين القطر والن أو السرعة الدورانية بس هنضيف ليها في حالة التروس تي واحد على تي اتنين اللي هو النمبر اوف تيث للترس واحد مع النمبر اوف تيث للترس اتنين عدد الأسنان ترس واحد على عدد أسنان الترس اتنين وهنلاحظ هنا انه عدد الأسنان مع القطر فيه تناسب طردي لكن فيه تناسب عكسي مع السرعة وبكده نكون انهينا الشابتر رقم 14 وايضا انهينا المقرر بتاع الماشين ألمنت ديزاين وان تمنياتي بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته